فشكيكون عندك دجاج خليط السلالات اللي كيكون فيه بعد السلالات اللي كيعطلو بيض صغير بزاف وكيتخلطو مع السلالات خوين وليم على البلدي كيوقعو بعض المشاكل والمشاكل اللي كيوقعوك التحفيهم وما كتلقاش ليوم الحل وكتبقى ملازمي لكل واحد موضة طويلة وان الحجم دي الله بيض الحجم دي الله بيض فاش يكون صغير بزاف إلا بغيته تبيعه في السوق غد يتلقاه فيه مشكل ولا بغيته تفقصه في الفقاصة دي الله وIGHT تبيعه كفلوس كيكو يعطيك واحد الفلوس اللي صغير بزاف وكيتطلب لكل واحد لموضة طويلة باش يأتي باش يكون في الحجم دي الله طابعي ولا حجم لي كيكون مزيان مثلا انا لا يعطيكم واحد المثال في هذا الحالة اهدى اجتياه تجدها الآن هاي البيضة دي ايضاء السلالة المزيانة شوية وهذا البيض لي كيكون صغير بزاف هاد البيضالي صغير بزافي اللي بغير او قليل البيض والسوق بغير يتبيعه ومكهب يتبيعه متابعة ممزيان ولا بغير يتبيع انت البيض جملة كي يبدو يستولك ذاك البيضالي صغير كي عزلوه كي يحيدوه وياخدو معنك البيضالي كبير بتامنه مزيان مثلا واذا قلبية اللي صغير يما ما كي ياخده وقعمل عندك يما كي نقص لك الثامن فيه بزاف وكي تصدق انت ضيع عليك الفلوس فيه ولبغيت مثلا تفقصه في الدار عندك يعني في الفقاسة كي يعطيك واحد الفلوس اللي صغير بزاف ما غيطلب لك واحد لمودة غيطلب لك مثلا واحد شهر ولا شهر مص اللي كي يكون اللي يمكن لك تبيعه إلا ديته للسوق فيه باقي صغير بزاف ما غادش يعطيك فيه الثامن بحال اضربيه الدباه هذا هو المشكل اللي كي يقع فيه بزاف ديال الناس قد لقى مشكل وفاش قد طلع انتا دجاجها من الحت كانت فلوس تكت ولي كتبيض وقعم لقيته مثلا بيط ديالها صغير وبيتي بتفك منها بتبيعه في السوق إلا بعتها تب 70 درام ولا خمسة وسبعين درام ما غادش تخرج فيها ما غادش تلك فيه ولو لأنها واكلة ليك وديها ليك بزاف ديال الصير تكشي علاش الدجاج فاش بيتشري الدجاج خساك ترد نبال مزيال لأن الدجاجها ما بقاش لك كان واحد الوقت لبندي كتشري البندي كتت هنصافي كتكون عارف الحجم دياله وعارفش حالا بيعطيه وكتكون مهني مجيته دبا حاليا فاش ولا دخالية السلالات ولا تلعب بديل السلال كي لا يخلط ما بين السلالات ولا فيه مشكل بزاف وخاصة فاش كتكون مثلا شي سلال اللي كتعطيك بريد صغير بزاف كتلقى فيها مشكل يعني ما انت فاش كتشرف على الدجاج تكت وصل عنده ستة شهر لخمسة شهر كتبين انت ترجع الفلوس اليولك كي ستحكي يعطيك واحد البيض صغير بزاف كتصدقى تضيع اعطي الوقت معاه ما غدا يشتلك فيه وانو تكشي علاش فاش بيتشري الدجاج خساك ترد نبال مزيال دجاجها تكون مزيانة في الحجم ديالها ويكون الحوض دياله يكون كبير على حساب باش تعطيه بيد كبير ويكون الشكل دياله تشوف النوع تشوف اللون يعني را كينشي حواج لخص كنت اغطيه اليوم لبال لا بتشري الفلوس ولا احتى لا بتشري البيض مع انتشي واحد ولا احتى لا بتشجاجة مع انتشي واحد جملة استكتغطيه اليوم لبال هذا قد ينزيان شكرا